الله أكبر الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليا ولي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين والعنة الله على أعدائنا أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب صدق الله العلي العظيم حديث شريف قرأته ضمن مطالعاتي للروايات الشريفة ولكن الحديث غريب جدا الإمام صلوات الله وسلامه عليه يسأل سؤالا عجيبا جدا السؤال لا أتمكن أن أستوعب أن شخصا مسلما عاقلا يسأل مثل هذا السؤال أقرأ لكم هذا الحديث أنتم أيضا تستغربون من السؤال كيف يمكن أن إنسان عاقل يسأل هذا السؤال الحديث الشريف ورد في كتاب الكافي بسند موثق طبعا هذا الحديث له أكثر من سند هذا سند من الأساند عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام سؤل ما هو السؤال سؤل عن القرع يذبح القرع من النباتات يسمى باليقطين أيضا البعض قالوا هناك فرق فوارق بسيطة بين اليقطين والقرع نبت نبت من النباتات القرع في هذه البلاد أيضا شيء موجود عادة السؤال هو أنه القرع يذبح تذكية يعني يعني باتجاه القبلة الشخص يسمي ويذبح القرع مثلا السؤال جدا غريب فقال عليه الصلاة والسلام المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فقال القرع ليس يذكى فكلوه ولا تذبحوا القرع يؤكل لا يذبح ولا يستهوينكم الشيطان لعنه الله في بعض النسخ ولا يستهويكم الشيطان لعنه الله في بعض النسخ ولا يستفزنكم الشيطان لعنه الله حديث ليس لي تحليل أن شخصا عاقلا يسأل هذا السؤال ولكن الحديث موجود وسنده موثق أمير المؤمنين سؤل هذا السؤال حتى بسبب تعجبي شدة تعجبي قلت مع نفسي لعله حيوان اسمه قارع مثلا بحثت في كتب اللغة لا يوجد وأساسا جواب الإمام أيضا واضح أنه السؤال ليس عن حيوان لأن الإمام عليه الصلاة والسلام قال فكلوه ولا تذبحوه يعني شيء يؤكل لا يذبح هو القرع قرع كيف هذا الشخص سأل هذا السؤال إلى أن ضمن بحثي العام طبعا حصلت على شيء انحلت المشكلة عرفت السبب أن هذا الشخص يسأل هذا السؤال السبب مذكور في مصادر أخرى طبعا ليس في الكافية هذه الرواية في الكافية الشريف كانت موجودة في مصادر ثانية ذكروا أن معاوية عندما أراد أن يحارب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كادت الحرب أن تنشب كان شيء غير معقول الناس يذهبون يحاربون إمام زمانهم يحاربون أمير المؤمنين شيء غير معقول فاختبر أهل الشام باختبارات أنهم هل يطيعوه في كل شيء حتى يأمرهم أن يحاربوا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في الصفين اختبر باختبارات من جملة الاختبارات عمرو بن العاص اقترح عليه هذا الاقتراح أنك أعلن أعلن بأن القرعة يذبح يذكى تذكية بالضبط مثل الحيوانات باتجاه القبلة يسمي الشخص يلزم أن يكون مسلما يذبح بسكين إن صدقك الناس وأطاعوك في ذلك فاعرف بأنهم يطيعونك في محاربة أمير المؤمنين صلوات الله عليه هو أيضا أعلن ورأى أن الناس أطاعوه في ذلك صار الناس يذبحون في الشام يذبحون القارعة باتجاه القبلة مع التسمية فاعرف أنه القضية منتهية هو صاحبهم حسب تعبير عمر بن العاص إن حلت المشكلة تبين أنه بالفعل هذا الشخص إما كان هو شامي مثلا أو سمع سأل سؤال استغراب مثلا وجواب الإمام أيضا واضح أنه هناك قضية هناك تحريف ولذا الإمام عليه الصلاة والسلام قال ولا يستهوينكم الشيطان لعنه الله يعني يبدو أن القضية ليست مجرد قضية عادية هذا الحديث الشريف مع ما وجدت عن أصل القضية حتى يتمكن الإنسان أن يحلل هذا السؤال أن شخصا يسأل هذا السؤال يحتاج إلى تحليل طبعا تحليله في ذلك المصدر الآخر مذكور في هذه القضية هذا الحديث الشريف هذه القضية نقطة في مئات الآلاف من النقاط في الفرق بين أن تأتم بإمام من الله سبحانه وتعالى وأن تأتم بإمام ليس من الله سبحانه وتعالى مئات الآلاف من النقاط هذه النقطة من النقاطها الصغيرة العادية الإمامة أساسا شيء له وزن كبير جدا تأتم بمن؟ من هو إمامك؟ هذه القضية البعض بألسنتهم يستصغرونها ولعل هذا الكلام أيضا لعله أقول أثر حتى في بعض المؤمنين أن هذه القضية لا تحتاج إلى هذا التركيز الكبير هذه القضية أنت إمامك إمام صالح إمامه إمام آخر لا علينا به قضية الإمامة قضية من القضايا المهم أن الشخص يكون طيب النفس المهم أن تعامله يكون تعاملا حسنا مع الناس تذويب هذا الجبل العظيم هذا الشيء الهام في الدين تذويبه تصغيره هذا الكلام الذي قد يقال وقلت أحيانا أيضا يقال حتى من بعض المؤمنين بسبب أو بأسباب بأحد الأسباب كثرة تعامل الإنسان مع البعيدين عن أهل البيت هذه الأمور تضعف أهمية أشياء هام وأسباب أخرى طبعا هذا طبعا من حيث لا يشعر الشخص أنا لا أقول من حيث يشعر لا من حيث لا يشعر الشخص هذا تسفيه للقرآن الكريم القرآن الكريم أكد على نقطة هذا التأكيد البالغ أنا أقول هذا ليس مهما هذا ليس تسفيها من هو السفيه السفيه أحدى علاماته اهتمامه البالغ بأشياء تافهة هذا إنسان سفيه سفيهم في ذلك الجانب القرآن الكريم يؤكد على قضية الإمامة هذا التأكيد الفريد هذا التأكيد الذي لا نظير له في القرآن الكريم إلا التأكيد على التوحيد والنبوة غير هذين لا يوجد شيء ثالث للولاية للإمامة أكد عليه القرآن الكريم هذا التأكيد البالغ التوحيد والنبوة الثالثة والإمامة تأكيد غريب مئات من الآيات القرآنية تؤكد على هذه النقطة أنا أقول هذه النقطة ليست مهمة هذا ليس تسفيها للقرآن هذا معنى أنه كل هذه المئات من الآيات القرآنية تتحدث عن شيء هامشي الذي يؤكد على شيء هامشي يؤكد على شيء غير مهم هذا إنسان سفيه في هذا الجانب سفيه كلمة سيئة قلت الشخص لا يقول هذه الكلمة من حيث يشعر من حيث لا يشعر يقول هذا تسفيه البعض طبعا هذه الكلمة خرجت من غيرنا ولكن عادة أحيانا أن يذكرون هذا الإشكال أنه إذا كانت القضية بهذه الدرجة من الأهمية فلماذا لم يذكر اسمه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم أولا المعصومون الذين اسمهم محمد اللهم صل على محمد ومحمد هم أربعة وقد ذكر هذا الاسم الشريف في القرآن الكريم اسما عن رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا أربعة مرات هذا ليس صدفة المعصومون الذين اسمهم علي صلى الله علي علي صلى الله عليه وآله وآله علي أيضا أربعة وقد ذكر هذا الاسم الشريف اسما لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم أربع مرات اسمه علي المذكور في القرآن نعم مذكور في القرآن الكريم ليس مرة واحدة أربع مرات أظن على ما ببالي هذا الموضوع ذكرته سابقا وذكرت الآيات القرآنية والأدل على أن هذه الآيات القرآنية تتحدث عن أمير المؤمنين باسم علي لا أريد أن أكرر ما قلت اسمه أمير المؤمنين مذكور بالصراحة اسم علي مذكور في القرآن الكريم بدل مرة واحدة أربع مرات كما أن اسمه محمد ذكر أربع مرات صلوات الله عليهم وإله اللهم صلى على محمد وآله محمد ثانيا لا يشك مسلم على وجه الكرة الأرضية بأن الآيات القرآنية بل مئات من الآيات القرآنية أشارت إلى أمير المؤمنين لا يشك مسلم على وجه الكرة الأرضية الآيات التي تتحدث عن أمير المؤمنين كم هي؟ بالمئات ابن عباس يقول ثلاثمائة هي أكثر من ثلاثمائة بكثير أضعاف ثلاثمائة ابن عباس يقول ثلاثمائة آية مئات من الآيات القرآنية الكريمة تحدثت عن المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هذا لا شك فيه فهذا الإشكال أنا أسأل هذا الإشكال موجه إلينا أم موجه إلى الله الله عز وجل تحدث عن أمير المؤمنين قطعا ويقينا بلا شك لا يشك في ذلك مسلم ثمان عشرة آية قرآنية في سورة الإنسان في سورة الدهر متتالية آية الولاية آية التطهير آية المباهلة آية التصدق بالخاتم آيات وآيات وآيات تحدثت عن أمير المؤمنين بإجماع المفسرين بالروايات المتواترة الله تحدث عن أمير المؤمنين إذن هذا الإشكال موجه إلى الله أم إلينا قل لله لماذا ذكر اسم أمير المؤمنين التوجيه توجيه الناس إلى أمير المؤمنين موجود في القرآن قطعا ويقينا بلا شك إنما يريد الله ليلثب عنكم الرساء أهل البيت قطعا بإجماع المفسرين من أهل البيت أمير المؤمنين قطعا قل لله عز وجل إله لماذا ذكرت اسم أمير المؤمنين هذا الإشكال ليس علينا إشكال على الله الله عز وجل تحدث عن أمير المؤمنين قطعا ويقينا بلا خلاف بين المسلمين ولكن ما ذكر اسم أمير المؤمنين لماذا ما ذكر اسأل من الله لا علي أنا أنا ما أنزلت هذه الآيات الله أنزلها إن تقول أنه اسم أمير المؤمنين غير مذكور اسأل من الله لا تسأل مني إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين آمنوا المقصود من بإجماع المفسرين أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إلهي لماذا ما ذكرت اسم أمير المؤمنين اسأله لا يعني أمير المؤمنين فلا تقول لماذا اسم أمير المؤمنين أسماء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام غير مذكورة في القرآن الكريم كأنه إشكال علي أنا الشيعي ما هو ارتباطي أنا شيء مهم نعم شيء مهم الله ذكره وهذا الاهتمام الله جعل ولاية أمير المؤمنين بعد ولاية الله وولاية رسوله في آية الولاية الله جعل أطاعة أمير المؤمنين هي أطاعة رسول الله هي هي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بدون كلمة أطيعوا هنا بين الرسول وبين أولي الأمر كلمة أطيعوا ما تكررت نفس الأطاعة أطاعة نفس أطاعة رسول الله أنا قلت أم الله قال الآيات التي تتحدث عن تشيع الأمير المؤمنين تشيع الأمير المؤمنين يعني ماذا اتباعه قد أفلح المؤمنون خير البرية هذه الآيات التي بإجماع المفسرين عن الشيعة لا بذكر فئة من الناس خير البرية أتباع أمير المؤمنين إذن القضية كبيرة كبيرة القرآن اعتبرها قضية كبيرة نعم قطعا ما ذكر اسم لا أعلم لماذا طبعا أعلم بعض الشيء ولكن الحكمة الإلهية الله أعلم هذا ثانيا ثالثا النقطة الثالثة حسب تعبير علماء المنطق نقطة جذلية هناك موضوع فيه تفصيل طبعا هذا الموضوع من أوله إلى آخره عندنا باطل أصلا نحن لا نقبل هذا الموضوع نهائيا ولكن هذا الموضوع في كتب العامة مذكور وهو أنه خلاصة ما يقولون لعله لا يوجد خلاف بينهم في أصل الموضوع طبعا قلت نحن هذه القضية نهائيا لا نقبلها أصلا من أساسها نعتبرها قضية غير صحيحة غير مكثوبة ولكن هم يعتقدون بها بناء على عقيدتهم نقول وهي أنهم يقولون أن جبرائيل بأمر من الله عز وجل أنزل القرآن الكريم بأشكال مختلفة كل آية كان ينزلها بأشكال مختلفة بكلمات زيادة كلمات نقصة وبالتحديد سبعة أشكال القرآن هكذا نزل هكذا يعتقدون ويذكرون عندهم روايات عندهم صحيحة قطعا ويقينا بلا إشكال تتحدث عن هذا الموضوع هذه القضية غير قضية القراءات القراءات من الصحابة أو من التابعين على الأرجح عندهم من الصحابة الاختلاف من الصحابة في القراءة هذا شيء لا القضية ليست من الصحابة قضية ثانية قضية القراءات قضية هذه القضية قضية ثانية أن جبرائيل بأمر من الله عز وجل كان ينزل القرآن الكريم بأشكال مختلفة هذا ما يعتقدون موجود في مصادرهم الصحيحة في البخاري في مسلم في مسند بن حنبل في غيرها روايات عديدة ستتحدث عن هذا الموضوع حتى من جملة القضايا هذه القضية مذكورة في البخاري أيضا لعل مسلم أيضا يذكر هذه القضية ابن حنبل يذكر هذه القضية خلاصة القضية قضية مفصلة أنه رأى مرة هشام بن حكيم أحد الصحابة يصلي في صلاته يقرأ سورة الفرقان فرأى أن هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان بطريقة مختلفة كليا عن ما يحفظه هو غضب ماذا يقرأ فلببه بثيابه وجره إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال هذا الشخص يقرأ القرآن بطريقة ثانية فالنبي صلى الله عليه وآله قال له أرسله يتركه أرسله بعدين نشوف الموضوع أرسله فقال النبي حسب هذه الرواية التي يذكرونها قلت نحن نعتقد بأن هذه القضية كليا غير صحيحة نعتقد بأن القرآن الكريم أنزله جبرائيل من قبل الله سبحانه وتعالى بشكل واحد فقط وفقط لا غير القراءات موضوع ثاني أما جبرائيل أنزل القرآن شكل واحد هم يعتقدون بأنه أشكل النبي صلى الله عليه وآله قال له أرسله أتركه أرسله فقال النبي صلى الله عليه وآله هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان فقرأ بنفس الطريقة التي كان يقرأ فقال صلى الله عليه وآله حسب ما يقولون في هذه الرواية فقال صلى الله عليه وآله كذلك أنزلت ثم قال اقرأ أنت اقرأ سورة الفرقان فقرأ بطريقته المختلفة عن طريقة هشام بن حكيم فقال صلى الله عليه وآله حسب ما يقولون كذلك نزلت خلص القرآن نزل هكذا شرة الفرقان نزلت هكذا مرة مرة نزلت هكذا هذا وذاك بالتحديد سبعة أشكال طبعا حسب ما يقولون حسب الرواية التي يذكرونها أنه جبرائيل كان يريد طبعا جبرائيل من نفسه لا يعمل شيئا بعمر من الله سبحانه وتعالى كان يريد أن ينزل أكثر من سبعة أشكال فالنبي صلى الله عليه وآله قال لا كافي خلص أمتي لا تتحمل خلص لا بأس هذه القضية التي يذكرونها ماذا يقولون القرآن الكريم نزل بأشكال مختلفة لا بأس عقيدتهم لعننا بعقيدتهم طبعا قلت هذه العقيدة خلاف عقيدتنا هم يقولون إذن القرآن نزل بسبعة أشكال القرآن الموجود بأيدينا شكل واحد طبعا تعرفون القراءات القراءات الموجودة قراءات في نفس الكلمات كلمات زيادة كلمات نقصان ما موجودة هذا الذي كان جبرائيل ينزل لا كلام كثير مختلف أصلا كلمة كثير موجودة في رواياتهم أنه بطريقة مختلفة كثيرا فالشيء آخر أصلا كلمات زيادة كلمات نقصان لا بأس القرآن الموجود بأيدينا شكل واحد الكلمات قراءات مختلفة ولكن الكلمات نفس الكلمات لا زيادة لا نقصان من الذي وحد القرآن؟ القرآن كان سبعة أشكال هم يقولون الذي وحد القرآن هو عثمان طبعا هذا الشيء يذكرونه في فضائله الآن لا أريد أن أناقش هذا الموضوع نقاشا علميا أنه أساسا صحيح أم غير صحيح أساسا هذه مزية في عثمان أم غير مزية لا علي الآن لست بصدد هذا النقاش هذا النقاش علمي في محله أنا أقول أنتم تقولون لماذا أسماء أهل البيت اسم أمير المؤمنية أسماء أهل البيت غير مذكرة في القرآن أنا جدلا أقول أقول أنتم تقولون القرآن نزل بسبعة أشكال مختلفة ستة أشكال أثمان نسفها خلص أبقى شكلا واحدا أراد أن يواحد القرآن اعتبروها فضيلة له اعتبروها ما شئت إذن هناك ستة أشكال مختلفة في القرآن الكريم غير موجودة بعيدين أنزلها جبرائيل طبعا من قبل الله عز وجل حسن ما يقوله أنت تقول أين أسماء أهل البيت أنا أقول لك ائتني بالأشكال الستة سأريك أسماء أهل البيت من أين تقول أسماء أهل البيت غير مذكرة في القرآن وأنت لا تعرف ستة أشكال من القرآن الكريم بالذي أنزله جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله من أين تقول أسماء أهل البيت غير مذكورة لعلها كانت مذكورة في الأشكال الستة المختلفة تتمكن أن تحتم أنه غير موجودة وتلك الأشكال مختلفة بكلمات كثيرة كثيرة عن هذه الكلمات الموجودة في القرآن اليوم لعلها كانت موجودة أين حجتك لا علينا أساسا هذا الموضوع دخلت عليه استطرادا نترك هذا الموضوع قضية الإمامة قضية هامة قطعا أسماء أهل البيت مذكورة في القرآن الكريم غير مذكورة في القرآن الكريم القرآن اهتم بهذا الأمر اهتماما بالغا لا نظير له هو ثالث التوحيد والنبوة في اهتمام القرآن الكريم القرآن الكريم تحدث مئات الآيات عن أي موضوع غير التوحيد والنبوة ثالثة الإمامة أنت إنسان لا علينا بهم ماذا نخرج من هذا الموضوع أصلا هذه القضية عموما عند الآخرين عندنا القضية واضحة قضية الإمامة قضية هامة للغاية كملاحظة سريعة هذا طبعا مجرد احتمال بعد أقل من شهر بداية ذي الحجة هناك صلاة تصلى في الليالي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة بين صلاة المغرب والعشاء كثير من المؤمنين يصلون هذه الصلاة ركعتان بعد سورة الحامد الإنسان يقرأ آية ووعدنا ووعدنا مستثل ثلاثين ليلة لماذا هذه الآية كثير منكم يصلي هذه الصلاة صلاة مختصرة ولها ثواب عظيم الإنسان يشارك مع الحجاج في ثواب حجه الذي يصلي هذه الصلاة من آثار هذه الصلاة لماذا هذه الآية بالذات في شهر ذي الحجة في بداية ذي الحجة وهذه الليالي العشر الأوائل من شهر ذي الحجة ليالي مباركة جدا مميزة هذه الآية المباركة بالذات اقرأوها آية تتحدث عن قضية الخلافة عن قضية الإمامة أساسا ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين الآية أساسا تتحدث عن خلافة هارون لموسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام وبالقرب من أيدي الغدير شهر ذي الحجة أساسا شهر أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام الروايات الشريفة الآيات القرآنية الرواية الشريفة تحدثت كثيرا عن أهمية هذه القضية هناك روايات عديدة تشبه الشيعة بالنحل النحل في جوفه يوجد شيء يضرب به المثل في الحلاوة العسل العسل يضرب به المثل لا يوجد مثل العسل ما يضرب به المثل في الحلاوة لماذا؟ لا أعلم لعله من أسبابه أنه بالإضافة إلى حلاوته آثاره فوائده طبعا تعلمون لا نظير له العسل شيء في العالم كله لا نظير له في فوائده الكثيرة لا علينا العسل شيء حلو ويضرب به المثل في الحلاوة الشيعة في الروايات العديدة عن النبي صلى الله عليه وآله عن أهل البيت شبهه بالنحل الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في حديث الأربعماء في مقطع مهن يقول شيعتنا بمنزلة النحل لو يعلموا الناس ما في أجوافها لأكلوها الشيعة بمنزلة النحل روايات عديدة طبعا هذه من جملة الروايات في حديث الأربعماء شيء الشيء الموجود في داخل الشيعي حلو لا ليس فقط حلو أحلى شيء ما الفرق وبينك وبين غيرك هذا الفرق الوحيد غيرك أيضا يقول بالتوحيد غيرك أيضا يقول بالنبوة هذا الفرق الوحيد الإمامة أنت في جوفك شيء أحلى شيء أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام تعلمون من جملة ألقابه يعسوب المؤمنين يعسوب من هو ما هو يعسوب يعسوب أمير النحل يسمى يعسوب هذه الكلمة هو أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول أنا يعسوب المؤمنين في حديثه هذه الكلمة وردت عن النبي صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين أصلا من الكلمات أوضح من يعسوب المؤمنين هناك كلمة في الروايات الشريفة وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله يعبر عن أمير المؤمنين بأمير النحل أمير المؤمنين أمير ما أميركم ولا يتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني وطينتي عجنت من قبل تكويني بحب حيدرة كيف النار تكويني هذه الكلمة الشاعر استخدمها يقول ولا يتي لأمير النحل ولكن هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث أنت النحل أنت في جوفك في داخلك شيء أحلى ما هو موجود في هذا الكون في البشر الإنسان عندما يموت يغسل يكفن يدفن عندما يدفن يسأل يسأل عن ماذا؟ يسأل عن أهم الأمور لا يسأل عن أشياء هامشية أبد عن مستحبات لا في البداية لا عن صفات حسنة صفات سيئة لا عن أعمال لا بعد ذلك يسأل عن أعمال أول ما يسأل من ربك؟ من نبيك؟ من إمامك؟ هذا أول شيء أصلا أنت تدخل من هذه البوابة من تلك البوابة البوابة تختلف هذه الأسئلة تحدد البوابة التي تدخل منها بعد ذلك تسأل عن أعمالك؟ مقاطع منه في أعمال الصديق وسند يذكره عن الأمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر عن أبيه الأمام زين العبدين عن جده سيد الشهداء صلى الله عليه وسلامه عليهم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم وهو راكب وخرج علي عليه الصلاة والسلام وهو يمشي النبي خرج راكبا أمير المؤمن خرج برفقة النبي صلى الله عليه وآله احتراما للرسول الله يمشي فقال له فقال النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين يا أبا الحسن إما أن تركب وإما أن تنصرف أنا راكب أنت تمشي لا أقبل بذلك إما تركب أو تنصرف اذهب لا تمشي معي إما أن تركب وإما أن تنصرف فلماذا يا رتول الله؟ فإن الله عز وجل أمرني أن تركب إذا ركبت وتمشي إذا مشيت وتجلس إذا جلست إلا أن يكون حد من حدود الله لابد لك من القيامة والقعود فيه إذا يوجد حد من حدود الله واجب عندك لا بأس وإلا إذا أنا راكب أنت لازم تركب أنا راكب أنت تمشي لا أقبل الله أمرني وما أكرمني الله بكرامة إلا وقد أكرمك بمثلها الله أصلي على محمد وإلا وقد أكرمك خصوصية واحدة فقط لي ليست لك يا أمير المؤمن بس ما هي وخصني بالنبوة والرسالة كل كرامة الله أكرمني بها أكرمك بها إلا الخصوصية ما هي وخصني بالنبوة والرسالة هذه خصوصية هذه لي ليست لك يا أمير المؤمن وجعلك ولي في ذلك تقوم في حدوده وفي صعب أموره والذي بعث محمداً بالحق نبيا اللهم صلى على محمد وعالي محمد في بعض النسخ والذي بعثني بالحق نبيا ما آمن بي من أنكرك ولا أقر بي من جحدك ليقل ما يقل الناس قانون لا أكثر ولا آمن بالله من كفر بك الذي كفر بك يقول أنا مؤمن بالله يكذب كلام رسول الله ليس كلامي ولا آمن بالله من كفر بك وإن فضلك لمن فضلي إلى أن يقول وهو قول ربي عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوه وخير مما يجمعون ففضل الله قل بفضل الله وبرحمته ففضل الله نبوة نبيكم ورحمته ولاية علي بن أبي طالب فبذلك قال صلى الله عليه وآله فبذلك في الآية القرآنية قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا بذلك يعني ماذا فبذلك قال صلى الله عليه وآله بالنبوة والولاية فليفرحوا بذلك فليفرحوا فليفرحوا يعني الشيعة وهو خير مما يجمعون يعني ماذا يعني مخالفيهم يجمعون من أولئك هذه التي أعطيت لهم العقيدة بالنبوة والولاية خير مما يجمع أولئك هو خير مما يجمعون يعني مخالفيهم يجمعون من ماذا من الأهل والمال والولد في دار الدنيا والله يا علي ما خلقت إلا ليعبد ربك كلمة جدا عجيبة عبادة الله بك هذا أقل شيء نقول في هذه الكلمة والله يا علي ما خلقت إلا ليعبد ربك ولتعرف بك معالم الدين معالم الدين بدون أمير المؤمن لا تعرف القرع يذبح ولي تعرف بك معالم الدين ويصلح أو يصلح بك دارس السبيل السبيل الذي بلى السبيل الذي درس درس يعني صار دارسا باليا هذا الشيء يصلح بك يا أمير المؤمنين الدين الدين أين ذهب بعد رسول الله أين ذهب الدين حاكم لا يعرف آيات قرآنية لا يعرف معاني آيات قرآنية معاني كلمات عادية عربية لا يعرف أين ذهب الدين من الذي أصلح هذا الشيء الذي درس بلى انتهى ويصلح أو يصلح بك دارس السبيل ولقد ظل من ظل عنك ولن يهتدي ليس لا لن لنفي الأبد ولن يهتدي إلى الله عز وجل من لم يهتدي إليك وإلى ولايتك اللهم صلى على محمد وعلى محمد وهو قول ربي عز وجل وإني لغفار الله غفار الله كم هذه الكلمة جميلة ورائعة ولكن مقيدة هذه الكلمة وهو قول ربي عز وجل رسول الله يقول صلى الله عليه وعلى وهو قول ربي عز وجل وإني لغفار لمن لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى يعني إلى ولايتك الله 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 رحيم نعم غفر الرحيم الله غفار نعم ولكن مقيد رسول الله يقول هذا تفسير النبي صلى الله عليه وعلى ولقد أمرني ربي تبارك وتعالى أن أفترض من حقك ما افترضه من حقي وإن حقك لمفروض على من آمن بي ولولاك لم يعرف حزب الله وبك يعرف عدو الله ومن لم يلقه يعني لم يلقى الله عز وجل ومن لم يلقه بولايتك لم يلقه بشيء لم يلقه بشيء خلاص ما عنده شيء ومن لم يلقه بولايتك معه الولاية لم يلقه بشيء ولقد أنزل الله عز وجل إلي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يعني في ولايتك يا علي وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ولو لم أبلغ ما أمرت به من ولايتك لحبط عملي الله أكبر اللهم صلى على محمد وعلي محمد ومن لقي الله عز وجل بغير ولايتك فقد حبط عمله وعد ينجز لي هذا وعد لرسول الله الله عز وجل وعد رسول الله وعد له له أم عليه فرق هذا الشيء من صالح النبي لي وعد ينجز لي ولا يتكي الأساس وما أقول إلا قول ربي تبارك وتعالى وإن الذي أقول من الله عز وجل أنزله فيك اللهم صلى على محمد وعلي محمد بيننا وبين الغدير شهر تقريبا الأشياء العظيمة كل البشر هكذا يتهيئون لها يحتاج الشيء العظيم إلى تهيئ الغدير بحاجة إلى تهيئ الأشياء العظيمة الناس قبل أسبوعين ثلاثة أسابيع الشهر أكثر يتهيئون له الشيء العظيم إذو الغدير يحتاج إلى تهيئ تهيئ في كل الأبعاد تهيئ شخصي للقضايا الشخصية في دارك في بيتك تهيئ قام للتبليغ الذي أمرنا به من قبل النبي صلى الله عليه وآله في قضية ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه نسأل الله سبحانه وتعالى بحق هذا الإمام العظيم الذي أنعم الله سبحانه وتعالى به علينا اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد اللهم صلى على محمد وعلي محمد اللهم بحقهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا لا تفرق بيننا وبين ولايتهم طرفة عين أبدا اللهم لا تخرج حبهم من قلوبنا اللهم زد في قلوبنا حبهم وحب أوليائهم وبغض أعدائهم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة